عدة أطفال منهم مثلا أبرهام باث هاللي غالي للرئيس معوض هاللي تاني يوم من المؤتمر جميل معوض وماكسيم شعية طلعوا مشيو من وادي النبيين خلصوا بحدس الجب بضيعته لجميل بلشوا يرسموا طريق أبرهام هاللي يعتبر أبرهام جدنا كلنا هاللي عم نجرب نعمل طريق أبرهام مثل سين جاك دو كومبوستيل باسبانيا هاللي يمر بالمناطق المتنازعة هاللي بيخلق اقتصاد مشترك فكتير من هالأفكار طلعت في شيء تاني يوم بلشو شمروا عن عضلاتهم عنا اجتماع متابعة بكرة بعد بكرة طلع الاستنتاجات المؤتمر رح ينعمل مركز شو أبرز استنتاجات فادي خاصة على المستوى الاجتماعي يلي انتو طلعتوها كتوصيات أول شيء أنا إذا ببالش بالعناوين الكبيرة بقول لك هالسيشن عن الحب وعن السعادة مش الانكم بركبتا هاي دي بتبلش كلها من هون أخدنا أمثال مثلا مثل بيروت ماراتون كيف الحدث الوحيد هاللي كانت كمان مشاركة معنا ماي الخليل كيف الحدث الوحيد اللي قدر يجمع ما بين جبيل وبنت جبيل لأنه كله ليبيس شورت وكله تحت سقف الحب والرياضة فأخدنا مثل المصالحة بمعاصر الشوف هاللي بغض النظر الحق عمين مننا هون بس إنه كيف قدروا يعملوا جسر ما بين القلوب بعد مجازر ومجازر ومجازر معاكسي فكل هالأمثال هولي أخدناها تنقدر نركز مثلا وقالنا شغلة إذا بيروت ماراتون قدر بنهار من السنة يجمع هالقلوب بحق وحقيق مش كذب معناتها إذا فيه الإمكانيات والأفكار ما فيه سبب ما يكون فيه 365 يوم بيروت ماراتون أو ما يعادله فكل هالأمور هولي ركزنا عليه وأنا أكيد فيه برنامج بهالخصوص هاللي بيروح بهالاتجاه إذا بدنا نترجم هذا الحب اللي عم تحكي عنه بخطط أنتو يعني ابتكرتوها أو نقاشتوها عمليا اليوم شو فينا نقول أبرز الخطوات المقبلة اللي راح تقوموا فيها فهدي عن مستوى تنترجم الأفكار بطريقة مية حتى نقرب للناس أكتر هالفكرة الكبيرة من لبنان 2020 اليوم نحنا اعتبرنا أنه طلعنا بأفكار حلوة ويجتمعنا ومشينا وكل واحد راح بطريقه بيكون تجمع مثل ومثل غيره يمكن مستوى أعلى شوي بس بيكون مثل ومثل غيره فما حبينا نضلنا هون وما حبينا نوصال ببرنامج قبل فارضينه على بما أنه نعتبر أنه كل واحد منهم سائق فورمولا وان وشاطير جربنا هولي كلهم نحطهم ببوستة هايدي سرقة من وليد تابت كان جميع مشارك معنا قال لي يا أخي كل واحد هولي سائق فورمولا وان شاطير لا أول مرة نجرب نحطهم ببوستة إذا بيركبوا سوا فالليلون تفضلوا أنتوا بهذه ثلاثة أيام ما تحلوا المشاكل لأنه بيكون إهانة لقلون ولا المشاكل والمواضيع اللي عم نعالجها إذا بطلعوا بخطة الطريق فخطة الطريق طلعت أنه رح يخلق مؤسسة اسمها لبنان 2020 مع مركز وموظفين واتنين رح تستعمل الميديا كوسيلة لتمرق وهال ميديا هلأ هوني كمان ضمن البحث بما أنه اليوم عالم هو عالم اليوتيوب عالم الفيسبوك عالم الميديا فما بقى فيه كتوقف ما بقى فيه كان بالزمان الأنظمة تقدر تحكم الميديا بس فهذه اليوم السؤال الأساسي بينطرح يمكن عنكم أفكار حلوية عنكم أجندة ولكن كيف بد يكون عنكم تأثيركم على السياسات العامة على الحكومة على الناس على الأحزان اليوم نحن بنعرف مين محتل الساحة السياسية بنعرف مين قادر يقول الكلمة الأخيرة وبشكل جازم حتى إذا كانوا عدتكم الأفكار بتجنيهم لكن شو وسيلكم لحتى تقدروا تأثروا لو حتى الناس تبنى هالأفكار اليوم بعولمة الميديا بابا في عندك ميديا واحدة تيب على النظام معين هاللي رئيس هالنظام هو بيخطب وبيتفرج عليه بزقفه اليوم بالجلوبال ميديا بيوتيوب بونو هاللي راح تشكل يا ضغط على السياسة ومجمور يتابعك بالزمان قبل الميديا فادي كان عنده خيار السياسة العربية خلينا نقول للي ضد الانفتاح كان عنده يخلي كل شي لقلو أو يشارك كان يفضل يخلي كل شي لقلو بعد ما صار فيه عولمة الميديا صار عنده خيار يبيشارك أو بطير من مقعده يعني ليك الميديا شو عملت ورقمشين على هالخط فنحنا منعتبر أنه عولمة الميديا هي من جهة ما هو صح وضد ما هو غلط فادي من الأشي اللي حكيتو فيها كمان أنه كيف ممكن بيروت ترجع تتحول لمدينة اقتصادية بامتياز مرجع مالي واقتصادي باختصار شو بتعني هيدا جمنا أول شي أنا عايش بتركيا وبعتبر أنه في شي ما فيك تمشي ضد الطبيعة تركيا أتا تيرك نجح نجح بصورته السقفية الاجتماعية حتى لبسوا بالتياب غير قال لهم تطلعوا للغرب نجح بكل شي وخلق عاصمة اسمها أنكرة وشال العاصمة من اسطنبول أنا رأيي نجح بكل شي أتا تيرت بس فيشل بشغلة أنه بسطنبول بتتسلى وبأنكرة بتزهق بيروت أكلت الأنابل كلها ما فيه ما فيه منظمة إرهابية مجرة بيتحظة ببيروت وبعدهم أنا وعن بحكي معك تحت الأرض كلهم كلهم فيهم الخير والبركة موجودين فمع هيدا وكله فيها الليبانيز لايفستايل فيها هالسقافة هاللي ما حدا قدر يقتلها وكمان هيدا بسرقة من جميل المعوض هاللي بالإنجليز قال ترجمنا وهي فيك الليبناني تشيله من برات لبنان ولكن ما فيك تشيل لبنان من برات اللبناني فهيدا ما فيك تقتلها شو قعدتها ما إلى قعدة فبيروت مدينة الخدمات مدينة الكرم مدينة الحب للأسف في عنا شغلة بسيطة بس فيها تتغير أنه اللبناني كان شاطر لوحده وعدوه حاله وقتل بتجمعون اتنين كمان علينا هيدا قصة قيادات وتبرجن وتبرجن كمان وفي قد قيادات نجحوا أنه يبرموا هاللبناني الفردي اللبناني لعيب لاعب فريق يعني فعننا طاقات كتير نؤمن بهالبلد وما عنا خيار لأنه هيدا السقافة مهددة يا هالطورة مبسوطين أكتر إذا عادنا بكندا أنا مثلا معي باسبور لبناني واحد بخيار وكلهم كانوا يلوموني كيف تفرضها على عائلت هاللي بيبعد عن رمز ورمز بيبعد عنه وإخرتها شئنا أو أبينا يا خيار من حب هالبلد وهي الشاز هيدا الشاز لازم يوصل وقت يكون عندنا حكومات وإدارات بتشبهنا فادي أكيد العبرة بالتنفيذ من هال 2020 إن كان الأعلام وغير الأعلام رح يتابع ورح يشوف لأي مدى هالحالة ممكن يتحول لحقيقة نشرك لوقتك لكل المجهود اللي عملته وعلى أمل 2020 يكون على مستوى الطموحات اللي أنتو بتردوها لبل أكتر شكرا فادي إن شاء الله إنجازاتنا هي تحكي لأنه الأمال والأمنيات هيدا كل العالم عندها نحن نفضل أنه أعمالنا هي تحكي لها واحدة لأحد اليوم هيدا اللي جربنا نعمله جربنا نحلم يعطيك ألف عفية فادي لحظات مع الأعلان ونرجع مع تواصر ترجمة نانسي قنقر